اشتركوا في القناة منافسة حامية دون مراحل البرنامج وأصوات مميزة رح تطلق دام مدربين محترفين ليوصلوا للفوز بلقاب The Voice Senior كشفت الفنان اللبنانية هيفا وهبة عن تحضيرها لمفاجأة جديدة رح يكتشف جمهورة تفاصيلها بكرة الخميس ونشرت هيفا مقطع فيديو تشوي إلى المفاجأة يلي ما كشفت عن تفاصيلها بس توجهت للصبايا تحديدا وقالت إنه رح تطلق شي رح يحبه كتير انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن إصابة الفنان السورية ساريا السواس بفيروس كورونا ونقل على مستشفى بالعاصمة اللبنانية بيروت لتلقي العلاج وإنه وضع الصحي حرج وعلى الرغم من إنه ساريا ما صرحت بشي بس يلي أكد الموضوع نشر صورة على صفحتها مع أطفالها مع تعليق منحبك كتير ماما يا ربي شفيكي نحنا اشتقنالك كتير بعد عشر تشهر على خطوبتهم احتفل الممثل المصري أحمد خالد صالح والممثلة المصرية هنادي مهنة بعائد قرانهم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بحضور مجموعة من العائلة والأصحاب من بينهم الفنان المصرية بوسي واختارت هنادي فستان أبيض مطرز وبيانت كتير حلوة أما أحمد اختار بدلة كحلية كلاسيكية لها المناسبة السعيدة أكدت معلومات لموقع الفن أنه خلفيات الفنان اللبناني معين الشريف السياسية يلي وردتها من عائلته أهلته للدخول لأجواء السياسيين من منطلق وطني ورجح البعض ترشح معين عن مععد نيابة بمحافظة البقع بحال صارت الانتخابات النيابية المبكرة كونه قريب من كل الطوايف وعنده رؤية سياسية أما مصادر تانية أكدت أنه معين بفضل الفن على السياسة لأنه بيجمع وما بفرق تعرضت النجمة العالمية ريانا لحملة انتي قد تواسع بعد استخدامها حديث نبوي إسلامي بالإعلان الترويجي لعرض أزياء الجديد يلي تعاونت فيه مع فنتي واعتذرت منتجة عرض الأزياء وقالت أنه بتتحمل مسؤولية الكاملة لأهمالها وتقصيرها بالبحث والتدقيق أكتر بمعاني الكلماتي اللي استخدمت بالغنية ووعدت أنه رح تنحذف من الأعلان من ناحيتها قالت ريانا أنه ما كنت بتعرف دلالتها الكلام وبتتمنى أنه ما يكونوا الناس فكروا أنها تعمدت استخدام حديث نبوي بعرض أزياء وعبرت عن حزنا الكبير لأنه زعلت المسلمين مننا كانت معكم بموجز الفن ماري لورد سمعان لمعرفة كيفة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة